أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقه وفي الزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر جاء ذلك خلال اللقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي بسلطان عمان قبل انتهاء زيارته ومغادرته البلاد حيث أكد الرئيس السيسي والسلطان هيثم على الحرص المتبادل لمواصلة العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين التقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بجلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان في قصر القبة حيث أكد السيد الرئيس اعتزاز مصر بسلطنة عمان الشقيقه وبالزيارة الرسمية الأولى للسلطان هيثم بن طارق إلى مصر وأكد الزعيمان الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز العلاقات الأخوية التاريخية المتميزة بين مصر وعمان في مختلف المجالات وأعقب ذلك توجه السلطان هيثم بن طارق إلى العاصمة الإدارية الجديدة حيث تفقد جلالة السلطان مسجد مصر الذي يعد أحد أكبر المساجد في العالم بسعة 107 ألف مصلي كما تفقد جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية وهي الأكبر من نوعها بالشرق الأوسط دينة الفنون والثقافة اللي إحنا في قلبها في الأوبرا الأوبرا مبنى الأوبرا ده نظر نول أكبر دور الأوبرا في الشرق الأوسط بحيث أن عدد المقعد الموجودة بها حوالي 220 مقعد للجمهور ماشا كما تضم مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإدارية الجديدة مجموعة متكاملة من المسارح وقاعات العرض المتنوعة والأوركستر الموسيقية والمكتبات والمتاحف مثل مدحف العاصمة ومدحف الفن ترجمة نانسي قنقر هذا وقد كان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في وداع جلالة السلطان هيثم بن طارق سلطان عمان بمطار قاهرة ترجمة نانسي قنقر